لو انت عندك طفل صغير في البيت وقررت تربي معه كلب او قريدي انت مربي كلب مع ابنك ركز في الفيديو ده عشان فيه معلومة مهمة يريموا كلمات كتير من اونرز ان الكلب بيسمع كلام الاونر اللي هو الاب او الام بس مستضعف ابنه ممكن يلعب معاه بالعض وبيبهدله وبينط عليه بيوقع وما بيسمعش كلامه خالص ركز بقى كويس قوي عشان هقولك حل المشكلة دي ايه حل المشكلة وببساطة ان انت تبطل زعيق للكلب ليه بقى؟ الكلب بيتعامل معاك ان انت الشخص الكبير اللي هو بيخاف منه وبيتوتر منه فبيبتدي ان هو يسمع كلامك لما انت بتزعق او بتعلي صوتك بس مين الشخص الاضعف اللي ما بيعرفش يعلي صوته ولا هيعرف يقلدك ابنك الصغير فبالتالي الكلب بيدور على اكتر حد يقدر يتعامل معاه وما يزعلوش فبيبتدي يتعامل كده مع ابنك طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تدرب الكلب بتدريب مظبوط بهدوء فلما ابنك يجي يتعامل مع الكلب بهدوء هيبيدي الكلب يسمع كلامه زي ما بيسمع كلمك بالظبط وده باختصار حل المشكلة لو انت عندك ايه استفسار اكتبولي في الكومنتات ولو انت عندك ايه مشكلة مع كلبك ومحتاج ليها تدريب تقدر تكلمني عن الانستجرام اللي ظهر دلوقتي قدامك على الشاشة ونحجز تدريب سواء مع بعض